استطعنا أن نمي الإنتاج ونضاعفه من 250 مليون قدم مكعب قياسي إلى 1000 مليون قدم مكعب قياسي اليوم وهذا عبارة عن كميات غاز كانت تحرق سابقاً وعبارة عن إضراحات غاز يطرح إلى الجو ما يعادل بشكل تراكمي 160 مليون طن من غاز تانيون يعني أربعة أضعاف الإنتاج سابقاً خلال هذه العشر سنوات تقريباً متى نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي التي نطمح إليها نقطتين مهمة حبيت أركز على أنه هذه كمية الاستثمار أنها عكست على ما يقارب 160 مليون طن من غاز تانيون وكسي كاربون المكافئ كان ممكن أن تطرح خلال تلك الفترة إذا استمر هذا الغاز يحرق فيما يخص الاكتفاء الذاتي شركة غاز البصرة معنية بالاستثمار من ثلاث حقور رئيسية ومهمة هذه الحقول تنتج على مدى السنوات القادمة بحساباتنا ما يقارب الـ 1800 مليون قدم مكعب قياسي الشركة تستهدف استثمار كل هذا الغاز خلال السنوات القادمة من خلال مشاريعها التي موجودة على الأرض اليوم وصلنا إلى ألف نتوقع خلال السنوات القادمة من استكمال تنفيذ المشاريع التي مستمرة حالياً كل سنة ندخل مشاريع جديدة قسم منها في تجميع الغاز وقسم منها في معالجته نصل بحدود الـ 1450 مليون قدم مكعب قياسي وهذا ما يعادل 92% مما ينتج من كميات غاز في الحقول الثلاثة طبعاً أكيد هناك حقول أخرى تدار من قبل شركة غاز الجنوب ومن قبل أيضاً شركات أخرى في مواقع أخرى وأيضاً أكوى استثمارات فيها لكن هذه الحقول معنية بإدارتها وتنفيذها وتشغيلها وزارة النفط مباشرة نعم